السلام عليكم طلبت الله عزاء وأهلا ومرحبا بكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بألفي ألفي خير عاده الله عليكم بالخير واليومني والبركات وتقبل فيه أعمالكم بأحسن قبول أتمنى تكونوا قضيتوا عطلة سعيدة ولو قصيرة بس إن شاء الله تكونوا نستمتعتوا بها أعود مع حضراتكم على بركة الله تعالى بمحاضرة جديدة من مادة المدكال امبريولوجي رح نتحدث بها عن البارت 2 من الهيد انت نيك دبلوبمت فخليكم مع المحاضرة مرحبا بكم مرة أخرى In a previous lecture we were talking about the development of pharyngeal arts and pharyngeal pos as a backbone of the face and neck development and in today's lecture we are gonna talking about the second part of the head and neck development which includes the development of the tongue, thyroid الجانب والجانب 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 كما نتحدث عندما نتحدث عن أي شخص الإمباريوية، نبدأ من الأبد هنا نحن 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 الزيغوت هذه الزيغوت ستمر بسلسلة من الإنقسامات السريعة لتزداد في العدد بالثيرد دي تكون ماس أوف سلس سميناها الموريولا هذه الموريولا يتكون بداخلها تكيير صغير يحولها إلى بلاستوسيست بالدي سيكس تبدأ البلاستوسيست بالانغراس في الإندوميتريوم وتتمايز إلى ثلاثة طبقات أساسية هذه الطبقات هي الميزودرم والإكتودرم والإندودرم من هذه الثري جرم ليارس تنشئ كل أنسجة وأعضاء الأمباريو بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن الفانجيل آردس وقلنا أنه هي عبارة عن بروزات تظهر في الكرانيال ريجن بداية الأسبوع الخامس من الدفلوبمنت هذه الفانجيل آردس تتكون من ميزنكايم أصله برااكزيال وميزودرم وكذلك نورال كريست سيلس يغطيها من الأعلى الإكتودرم ومن الأسفل الإندودرم قلنا أيضا أنه وظيفة الفانجيل آردس هي تكوين الفيث وميزودرم سوف نتحدث عن تنغ تنغ أخواني يبدأ بالظهور في الثالث ويكايم الفيث على مجموعة من الانتفاخات تنشئ من الأمباريو الجديد المنطقة هنا نقل لطفل المنطقة ونقل لطفل المنطقة تنشئ كل مداريو الجديد المنطقة من المنطقة 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 أيضاً وجدنا وضعت قليل من القديمة اسمها القابلة او الإيبوبريانكيال هاذا ينشأ مثل ما تلاحظون من الثاني والثاني والبجارة أفرنجان ينشأ من الثاني والثاني والبجارة أفرنجان هذا اسمه القابلة ايضاً عندي الإبغلات الأفرنجان هذا اللي شوفوه امامكم هذا ينشأ من الأسفل 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 طيب الصورة التي تشاهدوها على يساركم هي بالفايف ويك الصورة التي تحمل تسلسل بها هي بالفايف مونث نرى في الفايف مونث ما سنتفعله نعرف أعزائي أنه التانك يتقسم إلى ثلاثة 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 فالأبر ثلاثة نسميها البادي أو ذا تانك وهو البادي الأسفل البراء أو البراء فالأبر الثلاثة أو المركز أو الداخل الثلاثة الذي يتعرون في الصورة هذه هي اللوترال اللينجوال سويلينج هذه اللوترال اللينجوال سويلينج في التواصل الانتجابي سيصبح لهم أبداً على التوبركيولم أمبير ويلتسقون فيما بينهم يكونون لي البادي الأفل الثلاثة طيب بما أنه هالثو لترال سويلينج هو من شؤهم من الفرس فارنجيال أرج ومعناها السرس أوف نيرف اللي يجهز لي البدي أوف تونغ بالنيرف هو من ترايجيمينال نيرف طيب ترايجيمينال نيرف بثري برانش so which branch that supplied the body of the tongue أكيد المانديبلر branch of the triagemenal nerve فالمانديبلر branch هو اللي يجهز لي البدي أوف تونغ بالنيرف طيب نجي إلى الroot طبعا الroot اللي قدامكم باللون الأصفر root of the tongue أو lower part احنا نقول عليه lower part of the tongue هذا من شاء أخواني من الكوبيلة وبالتالي نعرف ان الكوبيلة جاية من second والthird والأبر part of the fourth pharyngeal arts طيب معناها كل هال الارت الثانية والثالثة والرابعة يشتركون بتكوين الروت طيب ماين يجي الانيرفيشن للروت؟ من الغلوسو pharyngeal nerve وهو نيرف of the third pharyngeal arch هذا معناها أنه الثالثة اللي بتكون لها ويستطيع التصوير على الثاني والثاني والثاني في التصوير طبعاً ما بين الـ body of the tongue اللي هو upper two-thirds والـ lower third اللي هو الروت سوف يفصل بينها تارمينال سلكس هو فيد V shape groove مثل ما تلاحظو يفصل ما بين الـ body of the tongue and the roof اسمه تارمينال سلكس تارمينال سلكس طيب الـ epiglottis وما تبقى من الـ root of the tongue يكون منشئهم من الـ epiglottal swelling وبالتالي فإن الـ innervation يكون عن طريق superior laryngeal nerve واللي هو branch of the vagus nerve واللي هو يعتبر nerve of the fourth varyngeal arch هسه نرجع الـ innervation عرفنا انه الـ body of the tongue الـ innervation الـ innervation الـ innervation من الـ glosopharyngeal nerve والـ epiglottis والـ remanent of the root تكون الـ innervation منه من الـ vegas الـ superior laryngeal nerve طيب الـ special sensory innervation اللي هي التست يعني عصاب التذوق يكون الـ innervation أو source of innervation اللي موجودة بالـ body of the tongue اللي يكون بواسطة الكوردة تمباني branch of the facial nerve أما اللي موجودة بالـ root أيضا مصدرها اللي مصدرها glosopharyngeal nerve واحدة من الـ clinical correlates اللي ممكن تصاحب الـ development of the tongue هي الانجلوغليسيا أو التونج تاي الانجلوغليسيا أو التونج تاي الانجلوغليسيا الانجلوغليسيا شنو أخواني هو أنه التونج يبقى ملتصق بالـ roof of the mouth بعملية تكوين التونج اللي حشيناها حتى ينفصل التونج عن الـ root of the mouth أو تكسر عملية cellular degeneration بمستوى عالي وبكثافة بحيث تفصل التونج عن الـ roof of the mouth يبقى بس غشاء بسيط اسمه هو يربط الـ root of the tongue بالـ roof of the mouth بحالة الانجلوغليسيا شنو اللي يصير انه هذا الفرنيولام يصير له توسع وامتداد الى مقدمة التونج وبالتالي يبقى مثل ما نشوفون قدامكم بالصورة يبقى رابط التونج بالـ roof of the mouth نجي الى الثيرويد غلاند الثيرويد غلاند أخواني تنشئ من منطقة اسمها الفورمن سيكيوم اللي هي تثخن بالإبيثيليوم تكون ما بين منطقة التوباريكولوم أمباير وما بين طبقة الكوبولا هالمنطقة هذه اسمها الفورمن سيكيوم بهذه المنطقة تبدأ الثيرويد غلاند بالنشو ومن ثم تنحدر الى الأسفل الى ان تصل الى الفاينال بوزيشن الها مثل ما نشوفون قدامكم بالصورة الى ان تصل الى الفاينال بوزيشن الها واللي يكون أمام الخلال عملية مسيرة الثيرويد غلاند الى ان تصل الى الفاينال بوزيشن اللي هي تبقى ملتصقة بالتونج عن طريق فالنورو كنال اسمها الثيروغليشيال ديكت بعد ما يصل الثيرويد الى مكانه الطبيعي او الثيروغليشيال ديكت راح تختفي طيب الثيرويد غلاند تصل الى موقعها الطبيعي بالسبوع السابع وعندما تصل راح تكون بها فد جروف بسيط من الوسط وتتحول الى تولوبس تاخذ الشكل الطبيعي اللي هي تولوبس بناتهم فد او جروف بنهاية الشهر الثالث من عمر الجنين تبدأ الثيرويد باداء وظيفتها بإنتاج المين ثري هرمون لها طبعا احنا نعرف انه الثيرويد غلاند تفرز ثري هرمون وبيها two type of cells فبيها اللي تفرز الكولايد واللي تكون مسؤولة عن إنتاج التترا ايودو تايرونين واللي هو الثيروكسين او التيفور وكذلك الترا ايودو تايرونين او التيفور ايضا بها نوع ثاني اسمه الـ 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 المحاضرة السابقة انه مصدرها من الـ والتي تكون مسؤولة عن إفراز الكالسيتونين هرمون هذه الصورة توضح عمليات الـ الثيرويد غلاند هذا هو اللي هو المكان الأول اللي تتكون بالثيرويد ومن ثم هذا مسار انتقالها من منطقة تكونها الـ الـ الى أن تصل الى مكانها الطبيعي هذا الاسمص اللي تكون بيها والـ مثل ما تشوفوهم ايضا دوائر الخضر توضح عملية الـ الثيرويد غلاند اللي تكونت عدنا من الـ في المحاضرة السابقة تكلمنا عنها فعدنا هنا السوبرير باراثيرويد غلاند وعدنا هنا الانفيرير باراثيرويد غلاند وهذا مسار اتجاه المسار الذي ينتقلنا فيه أيضا باللون الأحمر هنا عدنا الـ الثيرويد الى انتصل الى مكانها الطبيعي بعض الـ اللي تصاحب عملية تكوين الثيرويد عدنا حالة مهمة اسمها الثيروغلوسيال سيست احنا قلنا فيه اثناء مسار الثيرويد غلاند الى الـ رح تبقى ملتصقة بالـ بـ الثيروغلوسيال ديكت وبعد ما تصل الى مكانها الطبيعي هالدكت هذا يختفي خلال هذا المسار ممكن تتكون الثيروغلوسال سيست ممكن ان يكون يتكون في الانتفاق على هذا المسار هذا الانتفاق ممكن ان يكون بأي منطقة من مناطق المسار الذي تصير به الثيرويد ويكون هذا شكله من الخارج ممكن هذا السيست يتطور ممكن انه يتطور ومن ثم يصير بـ رابتشر وتتكون مكان فاسيولة وممكن انه ايضا الفاسيولة تتكون من الاساس بمكان السيست نجي الى الفيس هذه الصورة شايفية انتو بالمحاضرة السابقة قلنا انه في نهاية الاسبوع الرابع انه center of the face راح يتكون من غشاء اسمه ستموديوم تحيط بـ الاسبوع الرابع وقلنا انه 2 maxillary و 2 mandibular و 1 frontonazel prominent على الاعلى على جانبي frontonazel prominence راح يتكون تثخن بمنطقة الاكتردرم اسمي النازل بلاكوت هذا هو اللي تشوفوا قدامكم بالصورة هذه صورة فوتغرافية للجانين تبين البرومننس هذا هو الاستوموديوم هذا الفرونتو نازل prominence و المكزيلاري هذا المكزيلاري prominence وهذه من الجهة الاخرى وهذه الى الاسفل من الاستوموديوم المانديبولار prominence وهذا النازل بلاكوت واضح بالصورة طيب بالاسبوع الخامس من الامبريونيك development النازل بلاكوت هذا اللي قلني عليه راح يصير به في التقعر معين الى الاسفل وراح يكون لي النازل بيتس هذه هي النازل بيتس يعني حفرة تصير بالنازل بلاكوت راح يكون لي النازل بيتس طيب الاكتردرم اللي يكون حوال النازل بيتس اللي يكون حول النازل بيتس راح يصير به ارتفاع الى الاعلى ويكون لي النازل reveals النازل النازل prominences اخواني في كل سايت ينقسم الى قسمين الى 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 lodge 소리 راح يسمي nasal و الي يكون الى الداخل باللون الاصفر راح أسمي 中 الانديال نازل بروميننس طبعا هذه صور حقيقية فوتوغرافية للمباريو توضح نفس التفاصيل اللي حيتيناها صار عندنا هسه اللي يحيط بالستوموديوم هذا هو الستوموديوم باللون الاسود هذا الفرونتو نازل بروميننس راح يصير عندي هنا الاندي حولها نازل بروميننس و الى الاسفل هذا باللون الاحمر هو هذا الماكزيلاري بروميننس وهذا ايضا الماكزيلاري بروميننس طبعا هذا باللون الاسود هنا بالخلف هذه هي منطقة الاي او الاي بيتس طيب خلال الاسبوع السابع شنو اللي راح يصير راح تبدأ الماكزيلاري بروميننس هذي تبدأ بالجروينغ اوب ويزداد حجمها باتجاه السنتر اوف دي فيس راح تبدي البرولفريشن مالتها اللي يصير يتجه باتجاه السنتر اوف دي فيس فتاخذ وياها الميديال نازل بروميننس راح تسحبهم ايضا الى السنتر طيب والشق اللي يكون بين الماكزيلاري بروميننس وبين الماكزيلاري بروميننس هذي راح يختفي وينتهي نهائيا ويتحدون مع بعض وشي كونون راح يكونون للأبرلب لذلك الأبرلب تتكون من الـ و بدون تدخل المانديبيولار بروميننسز عندي المانديبيولار بروميننسز اللي هي إلى الأسفل هذه مثل ما شوفوها بالصورة المانديبيولار بروميننسز راح أيضا تكبر بالحجم وتتحد في منطقة الميديال في منطقة السنتر وراح تكون لي اللورلب وكذلك الجاو عندي أيضا ما بين منطقة الماكزيلاري بروميننس واللترال نازل بروميننس ما بين الماكزيلاري بروميننس واللترال نازل بروميننس هذي اللي باللون الأزرق بهذه المنطقة راح يتكون شق أنيق إلى الداخل هذا اسمه النازو لاكريمال قروف هذا يكون لي بادي التكوين اللاكريمال ساك اللي هو الكيس الدمعي عندما يتكون هذا القروف الاكتو درم اللي يكون بالفلور بالقاع مال هذا القروف راح يبدأ يكون لي في حبل متثخن قوي وهذا الحبل راح ينفصل أو هذا الكورد راح ينفصل من منطقة الاكتو درم اللي حوله هالكورد اخواني راح يبدأ يتجوف من الداخل راح يبدأ يتجوف ويكون لي النازو لاكريمال ديكت طيب النهاية العلوية لهذا النازو لاكريمال ديكت النهاية العلوية يعني الطرف الاعلى من عنده راح يبدأ يتسع بالحجم ويكون لي اللاكريمال ساك راح يبدأ يتسع ويكون لي اللاكريمال ساك بعد ما انفصل هذا الكورد عن منطقة الاكتو درم اللي حوله راح يبدأ اللاترال نازل برومننس راح يبدأ يتحد ويكون لي الماكزلري برومننس ويكون لي الشيك والماكزل راح يتحد ويكون لي الشيك والماكزل بها الحالة عندى عندي النوز راح يكون لي للعنى وعندي الـ medial nose راح تنطيني الكريس وتنطيني و الـ راح تنطيني الـ نأتي الـ طبعاً مثل ما قلنا الـ medial nose راح ترتبط من الأعلى وتكون لـ من الداخل ايضا ترتبط هي مو بس من الاعلى او من فرونت فيس راح ترتبط لا من الداخل ايضا راح ترتبط من منطقة الاورال كافتي وبهالحاله راح تكون لي تركيب اسمه الانترماكزيلاري سيجمينت طيب هالسيجمينت هذي تتكون من ثلاثة اجزاء مثل ما تشوفون قدامكم بالصورة هذا الجزء الخارجي الاول اسميه اللابيال اللابيال وهذا بدوره يكون لي Filtrum of the upper lip الجزء الثاني اخواني نسميه الابر جاو كمبوننت وهذا شغله انه يحمل الانسيسر الاربعة الاربعة سنان القواطع اللي يكونون بمقدمة الفهم الجزء الثالث والاخير هو البالتال كمبوننت واللي بدوره راح يكون لي البرائماري بالت اخواني البالت هو هذا اللي هي سقف الفهم يعني سقف الأورال كافيتي هو هذا اللي احنا نسميه بالبالت طبعا ادنا بالبالتال اللي هو اساسه من البالتال كمبوننت من الانترماكزيلاري سيجمنت واللي اساسها الميديال نازل برومننس وعدنا ايضا سكندري بالبالت راح نحكي عنها هسه انه هي تعتبر الديفينيتف بالبالت واللي تتكون من نموات مثل ما تشوفون حضراتكم هنا نموات تنشئ من منطقة الماكزيلاري برامننس تكون تحت اللسان تبدأ بالاسبوع السادس بالظهور تحت منطقة اللسان ومن ثم تأخذ شكل افقي هنا مثل ما نشوفون بصورة تأخذ شكل افقي فوق منطقة اللسان وتبدأ بالنمو باتجاه بعضها ايضا عندنا نازل سبتم ايضا يستمر بالنمو بالفترة التي تكون بها هاي البالتال شيلف اللي هي النموات او الزوائد بالنمو باتجاه بعضها نازل سبتم ايضا ينمو الى الاسفل باتجاههم بالاسبوع السابع راح تبدأ هذه الشيلف او البروزات تبدأ بالتصل الى بعض البعض وتلتصق يعني الى الجهة السفلة من البرايماري بالت مثل ما نشوف هنا بالصورة هذا اللون الاصفر هو البرايماري بالت وهذا اللي باللون الاحمر هو السكنداري بالت هنا ارتبطوا الـ الـ وايضا النازل سبتم وصلهم والتصق بهم بهذه المنطقة طبعا اللي يميز ان البرايماري بالت عن السكنداري بالت هو موجود هالمنطقة اللي هي اللون الاصفر مثل ما نشوفوها قدامكم طيب قادنا النازل كافتي نتحدث عنه احنا عرفنا اخواني من بداية سلايدات انه نازل كافتي يتكون بالاساس او النوز بالاساس يتكون من بتس صغيرة او تقعرات صغيرة في منطقة الفرنتو نازل على جانبي الفرنتو نازل برامننس هذي البيتس اخواني تبدأ بالتقعر وتنغمس الى الميز انكايم اللي يكون الى الاسفل منها باستمرار النمو في خلال اسبوع السادس هذي البيتس لما تدخل يعني ديب بداخل الميز انكايم اللي تحتها رح تكون لي فد اقول عنه برامتف نازل كافتي نازل كافتي بداي ويكون الفاصل اللي بينه وبينه البرامتف اورال كافتي لانه اساسا بعد الاورال كافتي ما مكتمل فالفاصل الوحيد اللي يكون هو غشاء صغير او رقيق اسمي الاورو نازل ميمبراين سرعان ما هذا الغشاء رح يصير الربشر وينفجر وينشق هذا الجدار يبقى اللي يفصل بينهم فد بسجوي او فد مضيق بينهم صغير اسمي البرامتف كونا وهذه تكون بهذه المنطقة تحديدا بالتطور عندما تبدي تتكون عن هاي البرايماري بالت بعدين السكنداري بالت مثل ما تشوفون قدامكم بالصورة عندما تبدي تتكون عندي السكنداري بالت ويبدأ يكبر الاورال كافتي ويبدأ يكبر النازل تشامبرز راح هذه الكونا تتحول الديفينتف كونا ويتحول مكانها الى المنطقة الفاصلة ما بين الفارنكس والنازل كافتي وبهالحالة راح يتكون عندي نازل كافتي كامل شيء اخر اخواني يلعب دور مهم بعملية رسم ملامح الفيس بالنسبة الهومان وهي الـ الـ هي تنشئ بداية على شكل شقوق او اكياس من منطقة الـ وتنتشر في الماكزلة والإثيمويد وأيضا الفرونتل والسفينويد وهذه تصل الى حجمها الحقيقي النهائي عند البلوغ يعني عند البلوغ يكتمل حجمها ويكون الهدور مهم جدا في عملية رسم ملامح الوجه وتغايرها ما بين الاشخاص هذي عدنا نشوف باللون الاخضر هي الـ اللي تكون في منطقة الـ واللون بنفسجي الـ بهذه المنطقة تقيبا حول الـ وايضا السفينويد سينوس باللون الاحمر والماجزلاري سينوس اللي تكون على جانبي الماجزلة نأتي الى التث طبعا التث اخواني بداية هي تنشئ من تداخل ما بين الاكتو درم والنيورو كريست سال تكوين هيكون من الـ اللي تغطيه للأورال كافتي واللي منشئها الاكتو درم وايضا من الميزينكايم أو الميزينكايم تشو اللي يكون الى الاسفل من الـ واللي يكون منشئه الميورو كريست سال طيب بداية تكوين الـ تبدأ بتقعر صغير في منطقة الـ اللي تكون ليننج للأورال كافتي في منطقة الـ الـ الانبعاج هذا او التقعر اسميه الدنتال لامنة باستمرار الـ يبدأ بالتقعر الى الاسفل يعني الى داخل الميزينكايم اللي تحته ويكون لي هذا البد بعدين هذا البد النهاية الطرفية او النهاية البعيدة من البد تبدأ بالتقعر الى الاسفل يعني تبدأ بالانبعاج الى الاسفل وتكون لي في التركيب يشبه الكأس المقلوب هذا اسمي الكاب منتكون هذا الكاب اخواني الـ اللي موجودة راح تكون طبقة الى خارج هذا الكب اسميها الـ وطبقة الى الداخل اسميها الـ الـ الكور اللي بداخل هالطبقتين الـ النار والاوتر اسميه اسميه طيب الميزينكايم اللي مصدرها نيورو كريسسا والتي تكون الى الاسفل من الـ اللي اصبحت بداخل الكب هذا بداخل هذا الكيس راح اسميها الـ الدنتل بابلة طيب خلايا الميزينكايم اللي موجودة بمنطقة الدنتل بابلة والتي تكون ملاسقة للـ الدنتل ابثيليوم راح يصير لها الـ الى مجموعة من الخلايا اسميها الـ الدنتل بابلة هذه الخلايا اخواني راح تكون هي المسؤولة عن تكوين مادة العاج او الدنتين نحن نعرف انه وانما نلقى بلاست يعني مولدة فاودنتو بلاست يعني الدنتين فورمين هذه راح تكون لطبقة العاج بعد ما تكمل طبقة العاج تكوينها وتبدأ تثخن طبقة الأودنتو بلاست او خلايا الأودنتو بلاست راح تبدي تنسحب وترجع الى الدنتل بابلة بس تترك مجموعة من السيتو بلازميكو بروسيسز بداخل منطقة العاج اسميها الدنتل بروسيسز المتبقي اخواني من منطقة البابلة راح تكون لي البالب اوف تتوث البالب اوف تتوث طيب طبقة الانر دنتل ابثيليم نفسه الانر دنتل ابثيليم راح يصير لها ايضا الى مجموعة من الخلايا اسميها الامليو بلاست الامليو بلاست وهذه الخلايا راح تكون مسؤولة عن تكوين الانامل او المينة وهذه المينة راح تكون مباشرة تطلي طبقة العاج او تكون مباشرة فوق طبقة العاج حسا صار عندي شنو صار عندي دنتاين مصدر الميزن كاين اللي جاي من نورو كريست وصار عندي انامل مصدر الابثيليم اللي جايني من الاكتودر هاي مهمة جدا فرقوا اللي بين الحين بعد ما يكتمل تكوين طبقة الانامل او المينة خلايا الامليو بلاست ايضا راح تتراجع الى طبقة الاستيليات ارتيكلام اللي هي اللوب اللي موجود ما بين الانر والاوتر دنتال ابثيليم بس راح يبقى مكانة فات غشاء رقيق او بصير اسميه الدنتال كيوتيكل هذا الغشاء راح يغطي طبقة الانامل طبعا هذا الغشاء ما راح يبقى كثيرا بعد عملية الاروبشن يعني بعد ظهور التوث هذا الغشاء مباشرة راح ينسلخ تدريجيا وينتهي طيب الابثيليم اللي كونتلي الانر والاوتر دنتال ابثيليم راح تستمر بالانغراس بداخل مثل ما شوفون هنا بصورة راح تستمر بالانغراس بداخل الميزن كامسال اللي تكون اسفلها ويتكون لي كيف تشيث اسمي الابثيليل روتشيث الابثيليل روتشيث خلال الفيردر ديفلوبمنت منطقة البالب هذي اللي تكونت او اللوب اللي هي اساسة كانت البابلة راح تبدأ بالتضيب والتوث ياخذ شكل الاستيطالة بداخل البالب راح تتكون مجموعة قنوات تحتوي على اوعية دموية وكذلك تحتوي لي على النعف طبقة الميزن كامسال اللي هي خارج التوث لكن تكون على تماس مع الروت على تماس مع الجذر راح ايضا يصير لها ديفرانشيشن وتتطور الى مجموعة من الخلايا اسميها السمنتو بلاست اهنا يمكن راح تكون اوضح بهذه الصورة اسميها السمنتو بلاست هذي هي السمنتو بلاست تكون هي خارج التوث ولكن ملاصقة للامتداد مع الروت هذي اسميها السمنتو بلاست وهذي وظيفتها تكون لفد سبيشيلايز thin layer of bone أسميها السمنتم هذه هي طبقة السمنتم إلى الخارج من طبقة السمنتم وهذا أيضا مهم جدا إلى الخارج من طبقة السمنتم هسا هذه عندي طبقة السمنتم إلى الخارج من طبقة السمنتم الميزة كائمة أيضا هيكون لفد لغامن معين اسمها الperiodental ligament اسمها الperiodental ligament أخواني هذا اللغامن وظيفتها مهمة جدا انه هي راح تثبت لي التوث بي البرفكت بوزيشن إليه وبنفس الوقت تعتبر مانع للصدمات يعني protect the tooth from any outer shock فهذه مهمة جدا ووظيفتها جدا مهمة والشي المهم الرئيسي الآخر انه تعرفوا لي كل لير منين المنشأ مالتها هل هي epithelium أو mesenchyme طبعا عملية الـ eruption أو ظهور الـ teeth بالبداية اللي نسميه الـ milk teeth أو the deciduous teeth تحتف في غضون 6 أشهر إلى 2 عام بعد برث طبعا الـ buds سنشوفها هنا بالصورة الـ buds الخاصة بالـ permanent tooth هذه هنا مثل ما نشوف أخواني اللي ظاهرت بالدعمكم هنا هذه هي deciduous teeth والـ buds الخاصة بالـ permanent teeth تبدأ بالتكون بالشهر الثالث أثناء الـ embryonic development إذن الـ buds الخاصة بالـ permanent teeth ستبدأ بالتكون أثناء الـ third month of embryonic development ولكن تبقى خاملة إلى حدود الـ 6 سنوات بعد برث وتبدأ تعاود الـ growth and development وتبدأ بالـ growth باتجاه الـ oral cavity وبالتالي ستقوم بـ shedding out لـ deciduous teeth ومن ثم تظهر هي مكانها طبعا الـ roots اللي خاصة بالـ milk teeth الأسنان البداية أو الأسنان اللابنية بعد ما يصير لها shedding out الـ root اللي موجودة مالتها وهو راح يكون الـ fate لها راح طبعا خلايا الـ osteoclast تبدأ تبتلعها وتنظف المكان من وجودها هذا كل شيء أخواني عن الـ head and negative development أتمنى أن أكون قد وصلت لكم الأفكار بسلاسة وببساطة قدر اللي كان شكرا ليصغائكم وإلى أنا أتبعكم التبع المقبل بمحاضرة جديدة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة